لأنه هذا المرض اللي كان فيه مثلاً هو نقله لمستويات أخرى من العبادة لأنه إحنا دائماً نتقلب في القدر لا عم نحكي عن القدر نتقلب من قدر إلى قدر وكل قدر إلا إنسان مرض وأحكي لإنسان المريض هذا أنه هذا بشر طبعاً لا المرض هذا شو دفع عنه يعني فرضاً إنسان أصيب بالحمة نعم الحمة مفيدة جداً لجسم الإنسان أنا هنا تقضي على الجراثيم في جسم الإنسان طبعاً لش إحنا مزعلنين منها قبلناها بقى بالخوف والهلع والناس آه في عنده حمى حيموت لا ما رح يموت بياخد الدواء إلا الهاسس ما يطلاش لدرجة محددة اللي هي تأذي الدماغ عنده ولكن في درجة معينة بالفعل هي تقضي على جميع الجراثيم لهذا السبب نلاحظ أنه أمهاتنا زمان كلاتهم وأهليهم كانوا يدهنوا السدر بالزيت الزيتون ويلفوه لغاية اليوم عشان يعرق مزبوط ولما يعرق مزبوط بصحة طبيعي ليش؟ عم ترتفع حرارته بشكل عالي عم بتبونت المايكروبات الموجودة عنده عم برجع طبيعي لإنسانه وبتعافى عم برجعي لإنسانه وبتعافى